أعرب وزير الدفاع الفريق الركن المحسن الداعري عن شكره وتقديره لفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وعضاء مجلس القيادة الرئاسي على الثقة التي أولوها له بتكليفه بقيادة وزارة الدفاع وقال الدعري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبا إن هذه الثقة وسام فخر واعتزاز وتكليف ومسؤولية وطنية كبيرة سيما بعد هذه الفترة الحساسة من تاريخ بلادنا وقواتنا المسلحة وإني لا أرجو من الله التفيق في القيام بهذه المهمة العظيمة وذلك بالشراكة والتعاون مع الجميع في سبيل النهوض بمؤسستنا العسكرية وقواتنا المسلحة وتعزيز بناها المؤسسية وقدراتها وإمكاناتها المادية والمعنوية بما يضمن تحقيق على مستويات المهنية والكفاءة والجاهزية والفعالية عموما وأضف إننا ندرك عظم المسؤولية الملقى على عاتقنا في تحقيق أحلام شعبنا في الخلاص من هذه الميليشيا الكهنوتية المدعومة من إيران ومواجهة كل المهددات التي تستهدف تقويض سلامة وأمن واستقرار بلادنا وشعبنا وندرك طبيعة الصراع ونعرف الظروف التي تعيشها قواتنا المسلحة وإننا على يقين بأننا سنتقاسم الهم والوجع كما نتقاسم حلم الخلاص وأشار الوزير الدعري إلى أن وزارة الدفاع قوية بالشعب الذي تمثله صلبة برجالاتها وأبطالها الأشاوس متينة بحجم التضحيات والدماء التي قدمها منتسبيها منذ أول طلقة في فجر الثورة معبرا عن تحياته لرجالات المؤسسة العسكرية الذين قضوا في جبهات الشرف والبطولة مقدمين دماءهم الطاهرة في سبيل تحرير الوطن وسلامة أراضيه والتحية كذلك للجرح الميامين مؤكدا العمل على حماية المكتسبات الوطنية والسعي إلى أن تكون وزارة الدفاع عامل مساعد في حلحلة الكثير من الإشكالات باتجاه توحيد الصف الوطني واللحمة الوطنية والتنسيق بين مختلف المكونات والوحدات العسكرية وصولا إلى توحيد هذه القوات في إطار قيادة واحدة ممثلة بوزارة الدفاع وتوجه وزير الدفاع بالتحية لأبطال القوات المسلحة بمختلف مكوناتها وكل منتسب وزارة الدفاع قادة وضباطا وجنودا وجميع رفاق السلاح والمقاومين الأبطال حماة الوطن المرابطين في كل جبهات الشرف والعزة والكرامة في المدن والأرياف والجبال والصحاري وعلى امتداد مسارح العمليات كما توجه بالتحية لكل أبناء شعبنا الأبي الصامد المقاوم والذي يشكل القوة الداعمة والإسناد الحاسم لقواته المسلحة على كل المستويات كما وجه وزير الدفاع الفريق الركن المحسن الداعري التحايا إلى قيادة تحالف دعم الشرعية ممثلة بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة رفقاء المعركة والمصير المشترك مؤكدا الحاجة لاستمرار دعم الأشقاء لمساندة الشرعية والمؤسسة العسكرية والطموح لشراكة أعمق وأمتن وتنسيق أكبر حماية للأمن القومي الوطني والعربي من المشروع الإيراني الخبيث المتربصي بالجميع المتربصي بالجميع